في البداية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل خيار التنبيهات وبارك الله فيكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله معكم رامي ومرحبا بكم في فيديو جديد ها هي توسيعات لعبة Destiny 2 تطلق بوابها علينا بأول إضافة رئيسية لجزء ثاني من اللعبة تحت مسمى Curse of Osiris أو لعنة Osiris إذ تقدم هذه الإضافة عددا متنوعا من المحتويات على أطوار اللعب المختلفة في اللعب وأماكن جديدة للاستكشاف بالإضافة إلى مهام جانبية وعلى الرغم من تفوق إضافة الجزء الأول من Destiny مثل The Taking King وRise of Iron من حيث الحجم إلا أن إضافة Curse of Osiris تقدم تنوعا واسعا وبشكل واضح بحيث يتفوق على التنوع الذي قدمته الإضافات الصغيرة في الجزء السابق من نفس اللعبة ويذكر بأن الخامس من شهر ديسمبر القادم سيكون الموعد الرسمي لإطلاق المحتوى الإضافي القابل للتحميل Curse of Osiris عن أجهزة Xbox One والPlayStation 4 والحاسب الشخصي ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما الجديد وما الذي سوف تقدمه إضافة Curse of Osiris للعبة Destiny 2 سوف تقوم إضافة Curse of Osiris ويتم يمكن شراءها منفصلة أو ضمن خطة السيزن باس بتقديم عدد من المحتويات والميزات والمميزات الجديدة وما يلي أبرزها أولا قصة ومهام جديدة تتمحور حول شخصية أوسيرس بالتحديد المصنف كحارس مجرة سابق من فئة الورلوك حيث ستركز الأحداث عن هذه الشخصية فضلا على تصليط الضوء على شخصية Ghost Ontha يطلق عليه اسم سجيرة إذ حدث افتراق بينهما لسبب من الأسباب وقد قامت شركة Activision بوصف هذه الإضافة على أنها قصة سينمائية جديدة يملأها شخصية جدد وأخرى قادمة عادت من أحداث الماضي وإلى جانب هتين الشخصيتين تتطرق الإضافة أيضا إلى شخصية أيكورا التي كان أوسيرس معلما لها بالإضافة إلى تصليط الضوء على جماعة الفيكس الذين كان لهم ظلوع في أمر ما عبر أزمكان إنصاح التعبير وربما سنعلم ما فعله بالتحديد قريبا ثانيا مكان جديد يسمى بـ The Infinite Forest على كوكب عطارد من أجل مهم البترول سوف نزور منطقة جديدة يطلق عليها اسم الغابة الغير متناهية متواجدة على كوكب عطارد إذ وصفت على أنها منطقة يحاكي فيها الواقع من قبل جماعة الفيكس كما تعود هذه المنطقة مكانا يستكشفها اللاعبون أجزاء من أحداث القصة وأحدى القصص تشير إلى أن الغابة التي يتلاع بالزمان من خلالها هي تسيد لكوكب عطارد عبر الماضي والحاضر والمستقبل في الآن ذاته ثالثا مساحة اجتماعية جديدة أو بالأحرى Social Space يطلق عليها اسم The Lighthouse يذكر أن عطارد كان من أحد الأماكن التي يمكن زيارتها في جزء الأول من لعبة Destiny حيث كان ضمن المساحة الاجتماعية المسمة بـ The Lighthouse والتي وفرها الحداث الروتيني Tries of Osiris في ذلك جزء أنذاك لكنه في سبق الأمر كان يقتصر فقط على اللاعبين الذين ينجزون مهام هذا الحدث بصورة احترافية بحيث يكونون الوحيدين الذين يسمح لهم زيارة المساحة الاجتماعية هذه إلا أن الأمور قد تغيرت في جزء الثاني من لعبة Destiny إذ أصبحت هذه المساحة متاحة ومتوفرة لكافة اللاعبين بفضل الإضافة الجديدة Curse of Osiris القادمة لـ Destiny 2 وبطبيعة الحال لن يخلوا الأمر من بعض الفروقات هنا وهناك بين المساحة الاجتماعية الموجودة في جزء الأول وتلك الجديدة القادمة لجزء الثاني رابعا مهام سترايك جديدة إلى جانب نشطات متنوعة ضمن طور اللعب الحر والمفتوح خامسا عودة نظام المهام الأسبوعية أو ما يعرف بالـ Heroic Strike Playlist سادسا مراحل جديدة ووحوش مختلفة قادمة لمهمة الريد ولكن بفرع جديد يحمل اسم ريد لير حيث ستكون المراحل متواجدة في نفس السفينة الفضائية الضخمة لعشيرة الكبال ولكن في أقسام مختلفة منها سابعا خريطة جديدة لطور اللعب الجميع لكروسبول قادمة بشكل حاصري مؤقتا على ميناصة البلايس سيشن فور ثامنا بعض التعديلات الجديدة على مستوى نظام المكافئات ككل تاسعا رفع الحد الأقصى لمستوى اللعب حيث ستقوم هذه التوسعة برفع الحد الأقصى للشخصية من مستوى 20 إلى المستوى 25 وكذلك مستوى القوة العام من 305 إلى 330 أو بالأحرى 335 إذا ما استخدم اللعب بطعبات الحال الموتس على الأسلحة والعتاد ككل عاشرا طرق جديدة للحصول على أسلحة معينة بثم الإطار الزمكين لهذه الإضافة وأخيرا أسلحة ومعدات وتعابير حركية جديدة وغيرها من الأمور الأخرى في الأخير أنا صراحة عن نفسي لست متحمس لهذه الإضافة لأكون معكم صريح لأنه على حسب ما شاهدته وما قرأته مشكلة الأند جيم كونتنت لم يتم حلها بالطريقة الناجعة والفعالة إلى حد هذه اللحظة ولا تزال هذه المعضلة الكبيرة في عالم ديستيني فبعد أن تنهي القصة وتنهي النشاطات والمهام وكيفة الجوانب الخاصة بهذه اللعبة ككل ليس هناك صراحة شيء جديد يجعلك أو حتى يحافزك على أن تعيد اللعب من جديد بشكل يومي في لعبة ديستيني 2 فبمجرد حصولك على ما تريد والذي أصبح أمرا سهلا للغاية الرغبة في المواصلة تتبخر وتتلاشى هذا على الأقل بالنسبة لي أنا شخصيا وفي نفس الوقت أنا أؤمن بأن ديستيني يمكن أن تكون أكبر من هذا ولكن صراحة لا أعلم ما الذي يدور في خطر المطورين لماذا لا يقدمون لعبة أكثر عمقا خاصة من ناحية المحتوى قد يكون الكلام سهل وتطبيق صعب خاصة من ناحية التطوير والوقت الآخر وعوامل أخرى ولكن أعتقد أن شركة بحجم بانجي وأكتيفجن قادرة على فعل أكثر والمزيد من هذا وهنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو مشكولين على المشاهدة أتمنى أن المحتوى أعجبكم وإفادكم ولو قليلا هذا ومن فضلكم لا تنسوا أن تضغطوا على زر أعجاب وتنشروا المقطع وتبعا تشتركوا في القناة في حالة أنكم جدد غير ذلك أراكم إن شاء الله عما قريب وفي أمان الله شكرا شكرا